قط النوم. إيه اللي المفروض يبقى فيها؟ وإيه اللي مش المفروض يبقى فيها؟ قط النوم قلنا ما فيها الساعة دي أولا. ما فيها الساعة خلاص. المرايات لازم نتعامل. المراية دي بالنسبة لي الميموري بتاعتنا. بتخزن الطاقة. بتخزن. عشان كده الناس اللي بتعيط قدام المرايات تلاقي حياتها كئيبة من البداية للنهاية. دايما ما تعمليش قدام المراية غير الحاجة اللي نفسك تكتر. عشان كده أقول لكم حطه في المحفظة أو عندك عالبة الدهب بتاعتك أو المال في البيت حطي حتة مراية علشان إيه؟ المراية تتضاعف. طيب المراية بتمتص طاقات سلبية. يعني أنت حتى مثلا أنت ما بتتخنقش أنت يجوز غير فقوط النوم عشان أولادك ما يسمعوش. والقودة كلها مرايات. فالمراية هتخزن إيه؟ مهموري الطاقة. فهتلاقيها على طول إيه؟ على طول. أبديت. أنتوا بتتخنقوا على طول. نعمل إيه؟ نطهارها؟ نطهارها بالكحول. وهتقدر يتعملي المجهود ده. يا إما تغطيها. ما يكوني نوية تتخنق. يا إما تطهاريها. لو حاسني فيه طاقات سلبية كتير أو فيه مشحنات كتير في البيت. طيب قولي اللي انطهارها إزاي؟ يعني أكيب دلوقتي هم بيسألوا طيب انطهر المراية زي؟ بك خي خي بكحول وننظفها كلها بالتطهاري. كأنك بتشيلي الميموري اللي جوا بترميها بره. طيب كويس. أي برضو معلومة كويسة. في قط النوم كمان نحذر سرائر زمان برضو منطقة ستة. كانت سرائر اللي رجليها طويلة ما كانتش فيه حاجة تحت. أيه. عشان سرائر البلاكار دلوقتي اللي احنا بنخليها. بنخزن فيها. بنخزن فيها دي كل دي. كل دي انت بيتنامي وانت عمالة تقولك أنا كوابيس. أنا عندي أرق. أنا بنامش. ما هنتي مش مفضيا. يعني إحنا كمان الحياة بالنسبة لنا بقت إلكتريك قوي. يعني الموبايل إنتي عملت إسحابي طاقات كهربية. بتنامي الموبايل جنبك. الشرحين جنبك. السراميك دلوقتي كان زمان البلاط ده. كنا بنمشي حافين يمتص الطاقة. كان يقولك خلي ابنك يمشي حافي على الأرض. لا. دلوقتي السراميك بقى فيه نسبة كيميك. فلا. فأنتي لازم تفضي الكهرباء دي كلها. فهقولك عودي على زرع عودي على أنجيلة عودي على لاطين عشان تفضي. مش هتعميلي ده كل يوم. فتخيلت عبي كل ده بقى ياريت يرجعوا السرير بتاعت زمان تاني. حتى زمان كانت السرير فعلا الأيام أمينة وسستاية فاكرة زمان كانت العواميط حتى نحاس. والنموسية. بسي النموسية دي عشان كده كنت الزمان تلاقيهم هي أسرارهم. حرمة البيت. بالزبط. ما بقناش نسمع الكلمة دي بقى كله على المشاع. بقى كله سمعنا كله عارفنا أسرار بيتنا أسرار قوضنا. فالجيكور بتاع الزمان ده أو الطاقة بتاع الزمان دي كانت دفع وكانت مدفية بيتنا ومخليها العلاقات تستمر. طيب يبقى رقم واحد الميرايات لو ينفع نشير الميرايات من قط النوم نشيلها. معرفناش نشيلها لازم ننظفها. بتحول كده كل أدي كل أسبوع مثلا. لا لا يا ريت أقل. أقل كل يومين ثلاثة. يومين ثلاثة. لو أني قدر نعمل كده يا إما نغطيها ما تبقاش الميرايات مواجهة للسرير خالص. طيب السرير يعني فيه سرير كتير بيبقى في ظهر الحمام. لا خالص خالص. ممنوع. ممنوع ما نغطيها. يعني تغيري وفيه بيبقى حمام جوة. آه الأودة. الماستر بيدروم ما كل البيوت كده دروت. كي بنعمل يا إما برافان كده خارج بحيث أن أنا أفصل الحمام عن الأودة يا إما مشاية محطها قد لازم تفصل في الأرض بس يطاقت أكثر طاقت الحمام بقوط النوم ده كل ده بيزبط الطاقة. طيب.